أيدت محكمة التمييز على سلطة قضائية حكما بالأشغال الشقة المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة بالإضافة إلى دفع الرسوم على سوريا خططا مع أحد رفاقه لقتل أي من زملاء الشهيد الطيار معاذ الكساسب مقابل مئة ليرة ذهبية أعلنت عصابة داعش الإرهابية عن دفعها لمن يتولى هذه المهمة تفاصيل أوفا في التقرير التالي وفق لائحة الاتهام فإن المتهم عبد الناصر وزميله المشتك عليها الحدث عبد العزيز يحملان الجنسية السورية ويقيمان على الأراضي الأردنية منذ عام 2013 وتربطهما علاقة صداقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي روج عبرها لأفكار داعش وتبع عمليات العصابة لائحة الاتهام أوضحت أن المتهم قرر تنفيذ عمل إرهابي ضد أحد الطيارين رفاق الشهيد الكساسب بعد نشر عصابة داعش خلال شهر شباط من العام الماضي فيديو حرق الشهيد الكساسب وفي نهايته أسماء وصور وعنوين طيارين أردنيين خصصت العصابة مئة ليرة ذهبية لمن يقوم بقتل أحدهم وبعد أن تعرف المتهم بشخص آخر أصبح فيما بعد شريكه وتوطدت علاقتهما ببعضهما قرر تنفيذ عملية إرهابية ضد الأراضي الأردنية وإثرت تشاور مع قادة في عصابة داعش وجه هؤلاء القادة المتهم وشريكه بقتل طيار رفيق للشهيد الكساسب ليقع الاختيار فيما بعد على واحد منهم يقيم في منطقة حوارة إربد حيث تمت مراقبة منزله وقرر الإرهابيان أن يقيم في منزل قريب منه وأن يستخدم سيارة لتنفيذ العملية الإرهابية ليهربا بعدها خارج محافظة إربد على أن يتم تطبيق خطة أخرى بديلة في حال فشل هذه الخطة إلا أن قوات الأمن كانت للإرهابيين بالمرصاد وكشفت أمرهما أثناء انتظارهما وصول مبلغ 15 ألف دينار من عناصر العصابة في سوريا لشراء الأسلحة التي ستستخدم في العملية الإرهابية وهي عبارة عن سلاح مسدس وسلاح رشاش كلاشينكوف أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن آخر موعدا لتقديم موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية هو يوم الخميس المقبل الحدي والعشرين تموز الجاري وذلك وفق المادة الحدية عشرة من قانون الانتخاب التي تؤكد على استقالة من ينوي ترشح لعضوية المجلس من الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها بالإضافة إلى رؤساء مجالس المحافظات البلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للإقتراع وهو العشرون من أيلول المقبل أفرجت الأجهزة الأمنية عن اثنين من موقفي لواء ذيبان فيما رفضت تكفيل ثالث على خلفية إصابة عدد من أفراد الدرك خلال مواجهات جرت في اللواء خلال الأسابيع الماضية محكمة الجنايات الكبرى بعد قرار التكفيل على خلفية أحداث ذيبان المسند لهم تهمة شروع بالقتل وإطالة اللسان من جهتهم الشبان أكدوا أنهم كانوا يطالبون بوظائف مؤكدين استمرار الاعتصام حتى الإفراج عن الموقوف الثالث أربع عائلات من أصل 19 تقتنوا منطقة رجم الجيش في إسكان مارك القديم باتت بلا مأوى بعد أن هدمت أمانة عمان الكبرى منازلهم المخالفة قصة سكان منطقة رجم الجيش في التقرير التالي 120 فرداً يشكلون 19 عائلة يسكنون 12 بيتاً هنا في منطقة إسكان مارك القديم منذ 16 عاماً باتوا اليوم بلا مأوى بعدما أن شرعت أمانة عمان الكبرى بهدم منازلهم بحجة إقامة شارع خدماتي جديد ما أن تسأل أبو أكرم رب الأسرة المكونة من 16 فرداً عن قصته حتى يسارع بفتح أوراقه التي يطوف بها الدوائر الرسمية منذ ما يقارب العام بعد إبلاغه من قبل قسم الرقابة في أمانة عمان نيتها هدم منزله هو 11 منزلاً آخر في منطقة إسكان مارك القديم المنازل التي تقول الأمانة إنها مقامة على أرض حكومية لا يملك أصحابها سوى حجج بيع غير رسمية للمنازل التي يسكنونها ثمانية أعوام يقول أبو أكرم أن أحداً لم يبلغه خلالها أنه يقيم على أرض عامة في منزله الذي اشتراه من أحد الأشخاص هارباً من ظلم الحياة باحثاً عن الاستقرار وراضياً بالقليل الله بعت لي ابن حلال قال لي فيها في غرفة ومطبخ عليها أرض مكونة من ثمانية وخمسين متر حجة في منطقة إسكان مارك رجم الجيل إجينا شفنا هذا البيت لقناها غرفة ومطبخ كتبنا وراقنا حجة كتبنا كذا واتفقنا أنه نأخذ هذا البيت على أقصات شهرية ما يقارد مية وخمسين دينار دفعات شهرية كتب لي في حجة أنا بحميك من الجيران واتفقنا على الله واتفقنا أنا وولادي طبعاً لا فيه كهرباء ولا فيه مية في يوم ثلاثة عشر سبعة أو بمعنى أصحة معش سبعة الساعة خمسة ونص المساء اتبلغنا أنه بكرة في عنا ورشة هدم في الثالث عشر من تموز كانت أليات الأمانة على الموعد لتنفيذ أمر الهدم تشردت العائلة ولم تعد تطمح المواطنة وأولادها لأكثر من حياة اللجوء كما تقول أم أكرم يعني إحنا وننروح أربعة عشر نفر وقالله يكون نبعونا وقالله بيعلم بحاننا يعني عائلة على قتحاننا يعني زي ما أجوا السوريين على هالبلد وعززوهم وكرموهم وشغلوهم ماشي وصاروا أحسن مننا وإحنا أحل البلد وحاملين رقم وطني شتتونا بالشوارع يعطونا خيمة إحنا مزعلين نهدوه يعطونا خيمة حال باقي الأسر ليس أفضل بكثير فثمانون سنتيمترا كانت كفيلة بهدم نصف بيت أم نهاد قبل ست أشهر صاروا يعطونا إنزارات إنزارات بيتكم بالشارع بيتكم بالشارع بالهدد جبنا مساح أرض طلع عنا بس 80 سنتي بالشارع وهي شوف كل هالهدد هذا وهالدمار وهنا بنزام بيت علشان 80 سنتي بلا بيسير هيك بيت انهدم زي هيك وأنا وراي سبعة وبيت جاري 16 نفر وانهدم وهي قاعد في الشارع كمان صفة 16 نفر قاعدين في الشارع وغير البيوت الثانية في بيوت الساعة 6 بيوت مهددين في الإزالة وكل بيت فيه 6 سبعة ثمانية البيوت التي يتحدث عنها هؤلاء المواطنون ليست سوى مساكن متواضعة لا يتوفر فيها الماء أو الكهرباء منازل ذات أسقف معدنية لا تقي حر صيف أو برد شتاء يلجأ سكانها إلى الأسر المجاورة لتزويدهم بالماء فيما اختاروا طرقا غير قانونية لإجترار الكهرباء طرقا ليست أقل خطرا أو أكثر قانونية من الوضع الذي يعيشونه المجدين طبعا من الإسلاك من هنا كل فترة بيجوا لتطعون الكهرباء بيقطع الإسلاك الكوابل طبعا حق هذه متر بلير أو نصف في بليرتين بيقطعون وبخذوهم وبنرجع نحط نشمك شو بدنا نساوه يعني إزالة البيوت المخالفة لم تتوقف عند هذا الحد فهناك ثمانية بيوت بانتظار تنفيذ أوامر الإزالة التي أبلغ بها المواطنون سابقا أمانة عمان تقول إنها تملك الحق بإزالة أي بناء مخالف بحسب القانون حتى وإن كانت قد تجاهلت هذه التجاوزات لما يقارب العشرين عاما للمخالفات اللي موجودة حاليا المواطن كان يعتقد أنه في حالة أنه بنى في الشارع وهذا أمور تنظيمية أنه بنى بالشارع أنه سيكون أمر واقع ما فيه إشي ضد يخالف القانون سيصبح أمر واقع إحنا مع الحالات الإنسانية بس لكن ما بضرش غيرها يعني الحال إنسانية مشان أنا أضر أسأوقف عمل شارع أوقف مرور شارع بقل فيها حال إنساني صار فيها ضرر لآخرين قصة هؤلاء العائلات هي جزء من قصص كثيرة لم نسمع عنها أو يحدثنا بها أحد من قبل فقصة الحقوق الضائعة بين سندان القانون ومطرقة ضيق الحال لن تنتهي عند هذه التسعة عشر عائلة اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من قرية بيت لاهيا شمال غرب مدينة القدس المحتلة بذريعة الاشتباه بحيازته عبوة ناسفة عناصر أمنية تابعة للاحتلال ادعت أن الشاب الفلسطيني كان يحمل حقيبة في محطة القطار الخفيف الواقعة في شارع يافا غرب مدينة القدس ولدى سؤالهم له عما في حقيبته أجاب أنها تحتوي عبوة ناسفة الأمر الذي استدعى توقفه واستدعاء خبراء لفحص الحقيبة فيما قامت بعد ذلك شرطة الاحتلال باعتقال الشاب وتحويله إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه انتقد مسؤولون فلسطينيون رسالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بن مين نتنياهو التي وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإعادة أحياء مفاوضات السلام والتي اعتبرها المسؤولون إملاءات استفزازية بعيدة كل البعد عن تحقيق عملية السلام جدد رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو اتهامه للسلطة الفلسطينية بممارسة تحريض ضد إسرائيل دعينا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العمل لوقف ما اسمه بالتحريض وذلك عبر رسالة نشرها على صفحات حكومته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما يتحدث رئيس وزراء إسرائيل حول مسألة التحريض وأن هناك من يحرر في الكادة الفلسطينية هو عملية كما قلت لك هذا إطلاق قنابل دخان إشعال معارك وهمية وثانوية إطلاقا من أجل أن لا يتحدث عن مسألة الاجرائية الحقيقية الجوهرية الحقيقية وهو الاحتلال عندما يتحدث عن هذا الأمر عملية يجعل وكأنه أولوي قصوى هذا من أجل العالم هذا علاقات عامة أكبر تحريض والاحتلال أكبر عنف والاحتلال أكبر محرض والاحتلال رسالة تضمنت اتهامات لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين بالتحريض فيما اتهم نيتنياهو أيضا منظمة التحرير بدعم الإرهاب لأنها تدفع راتبا شهريا للشهداء الفلسطينيين يحرض المجتمع الدول على الفلسطينيين متناسيا أن الإرهاب يتجسد في الحكومة التي تقودها لو استمع لخخام مدينة الصفد الذي يدعى لقتل الفلسطينيين يعتبر ذلك مقدسا كقدسية يوم السبت الخخام الأسرائيلي المعين لقيادة الجيش الأسرائيلي تعى الجنود لاغتصاب الفلسطينيات في زمن الحرب إذا أسأل عن الإرهاب والتحريض فهو يجسد بهؤلاء وبه وبحكومته والإستعمار والمسادرة الأرض هم الذين يجسدوا الإرهاب كالحمل الوديع يخرج نيتنياهو بمقطع مصور يتضمن ما اسمه بالخطوات الأولى نحو تحقيق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل يجعل من الفلسطينيين جلادا متهما إياهم بأنهما المجرم فيما هو وحكومته المتطرفة اليمينية المستمرة في انتهاكاتها لا يشكلون إلا الضحية من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرا رؤي أبدى السفير التركي لدى فلسطين المحتلة مصطفى سارينبكت جزيل شكره للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على دعمهم المتواصل لتركيا في محنة الانقلاب الذي وقع ليلة السبت الماضية والذي أظهر فيه الشعب الفلسطيني تعاطفا كبيرا مع الشعب التركي وقيادته الشرعية المنتخبة جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رمالة المحتلة بحضور مدير مؤسسة تيكا التركية ومدير جمعية خريجي تركيا في فلسطين وأبين السفير التركي أن دعم المطلق من قبل الشعب الفلسطيني والنشاطات التي شهدته الأرض الفلسطينية خصوصا في مدينة القدس المحتلة من دعم للحكومة التركية هو محل تقدير عاد من قبل قيادة بلاده تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة ما وصفها بعملية تطهير لجميع مؤسسات الدولة التركية وذلك على خلفية الانقلاب الفاشل الذي نفذه عدد من العسكريين هذا وطلب أردوغان الشعب التركي بالبقاء في الشوارع للتظاهر تأكيدا على رفض محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في غضون ذلك وصلت الأجهزة الأمنية حملة الاعتقالات في صفوف المرتبطين بمحاولة هذا الانقلاب تطهير القوات المسلحة من الانقلابيين وملاحقتهم في منازلهم أينما كانوا وإحباط المؤامرة التي تريد إفساد العلاقة بين الشعب والجيش والمطالبة بتسليم فتح اللا أولن المتهم بتورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة على النظام التركي هي أبرز العناوين التي حملها خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد عملية الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها البلاد وبالوقوف عند هذه المحاور فإن الاستراتيجية التركية عقب الانقلاب أخذت تعمل وفق هذه العناوين إذ أعلن وزير العدل التركي أنه تم توقيف أكثر من ستة ألاف شخص متورطين في محاولة الانقلاب فمع ساعات فجر اليوم تم اعتقال عدد من قادة الوحدات العسكرية والضباط البارزين بينهم قائد قاعدة إنجرليك العسكرية وقائد لقاعدة عسكرية في ولاية ينزلي وقائد فوج القوات الخاصة وعدد من الضباط الذين فر بعضهم إلى اليونان والتي بدورها أحالتهم إلى القضاء بتهم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وتعكير العلاقة بين دولتين جارتين المحور الثاني الذي جاء على ذكره أردوغان في خطابه والمتصل بالمعارض التركي فتح الله أولن والمقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب كان سببا متصلا لأخذ ورد مع واشنطن التي رغم تأكيدها على الدعم للحكومة التركية المنتخبة إلا أن بعضا من السجال دار بين واشنطن وأنقرة إذ أجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصالا مع نظيره التركي مؤكدا رفض الإدارة الأمريكية للتصريحات والتلميحات التي اتهمتها بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة نافيان كيري تقديم تركيا لأي طلب لتسليم المعارض أولن والذي بدوره ينفي علاقته بالأحداث الأخيرة في تركيا ويتهم أردوغان أو القوميين بتدبيرها مجلس الأمن كان أيضا أحد الساحات التي تفاعلت مع الحدث التركي بعد فشل أعضائه بإصدار قرار يدين محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة وذلك بسبب تقديم مصر صيغة ثانية لمشروع قرار يدين الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة إلا أنها تضع النظام التركي أمام مرحلة جديدة على المستويين الداخلي والخارجي أهلا بكم من جديد في جولتنا الإخبارية حول العالم الجيش السوري يحكم قبضته على المناطق الخضاعة للمعارضة في حلب واعتقالات جديدة على خلفية هجوم نيس الإرهابي أحكم الجيش السوري مدعوما بفصائل مسلحة سيطرته على المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة في حلب بعد تنفيذه قصفا جويا ومدفعيا عنيفا غير مسبوق طال هذه المناطق وقالت مصادر ميدانية إن الجيش السوري تمكن من السيطرة على أجزاء من طريق الكاستيلو كما قطعت طريق بين الأحياء الشرقية لحلب والريف الشمالي الله أكبر الله أكبر قضت محكمة بحرينية بحل جمعية الوفاق الوطني المعارضة وتصفية أموالها وكانت المحكمة الكبرى قضت في وقت سابق بغلق مقرات الجمعية التي تعد أكبر حركة سياسية شيعية في البلاد والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا عليها لحين الفصل في الموضوع قال محققون في قضية الطائرات المصرية التي سقطت في مياه البحر المتوسط أثناء توجهها من فرنسا إلى مصر في شهر أيار الماضي إن التسجيل الصوتي تضمن حديثا بين أعضاء الطاقم عن حريق على متن الطائرة وقال فريق التحقيق الذي يرأسه مسؤولون مصريون إنهم توصلوا إلى تلك المعلومات من واقع تسجيلات قمرة القيادة في الطائرة المنكوبة إلا أنه من المبكر تحديد السبب ومكان الحريق الذي شب على متن الطائرة أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان في الأسبوع الأول من شهر آبا المقبل ولم تحدد الوكالة مكانا عقاد اللقاء لكنه سيكون الأول بين الرئيسين منذ الأزمة التي اندلعت بين بلديهما في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بعد إسقاط الدفاعات التركية مقاتلة الروسية قرب الحدود السورية أوقفت السلطات الفرنسية رجلا وامرأة للتحقيق معهما على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة نيس الفرنسية قبل يومين وأسفر عن مقتل 84 شخصا وجرح العشرات يأتي ذلك في وقت دعت فيه وزارة الداخلية الفرنسية الفرنسيين إلى الالتحاق بقوات الاحتياط نظرا لتزايد مخاطر الإرهاب فيما استدعت 12 ألفا من قوات الاحتياط بعد تسجيل 24 حالة وفاة وإصابة العشرات شددت مديرية الدفاع المدني على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة للحد من حوادث الغرق التي كثرت في الأوينة الأخيرة مؤكدة ضرورة اتباع السلوك الوقائي لمنع هذه الحوادث المزيد في هذا التقرير حوادث غرق شهدتها المسطحات المائية والبرك في الآوينة الأخيرة وخلال فصل الصيف نظرا لعدم اتخاذ بعض الناس متطلبات السلامة بعين الاعتبار في المواقع والمسطحات المائية الأمر الذي أدى إلى وفاة 24 شخصا منذ بداية العام الحالي ونظرا لخطورة السباحة في المسطحات المائية والبرك أهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب والاقتراب من المسطحات المائية تجنبا لوقوع حوادث الغرق وعدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لممارسة هذه الهواية مثل السدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية الابتعاد عن ممارسة الصيد في السدود لما تشكله من خطورة على حياة الأشخاص عدم محاولة إنقاذ أي شخص غريق دون المعرفة بأصول السباحة الالتزام بإرشادات الشواخص التحذيرية المثبتة بالقرب من المسطحات المائية المختلفة تجنب السير فوق الآبار والحفر الامتصاصية أو مناهي لتصريف المياه وأخيرا ابتعاد المواطنين عن حواف مصادر المياه المفتوحة تفاديا لانزلاق الشخص فيها وبالتالي الغرق أدى تركيب عدد من الكاميرات في محافظة العقبة إلى انعدال سلوكيات بعض السائقين والتزامهم بقوانين المرور والشواخص والإشارات الضوئية الموجودة في المدينة التفاصيل وهذا التقرير تركيب الكاميرات وزيادة الشواخص المرورية وتشديد المراقبة من قبل شرطة السير مظاهر بدت واضحة في محافظة العقبة ما يجعل بعض السائقين يعدلون عن سلوكيات خاطئة مخالفة لقوانين السير المفروضة عليهم الالتزام من قبل السائقين بعد تركيب الكاميرات الجديدة كان إيجابيا بالفعل ما يعزز حماية أهل العقبة إضافة لزوارها المحليين والأجانب والحد من سلوكيات قد تضر بالسياحة والأمن والحوادث المرورية التي تودي بحياة الكثير من الأشخاص العمل الجاري الآن على تركيب كاميرات تغطي معظم شوارع المدينة الكاميرات الآن تم اختيار مواقع لها على تقاطع الشوارع الشوارع الرئيسية الإشارات الضوئية المناطق الهامة في المدينة الهدف والعمل إن شاء الله سينتهي قريبا جدا جزء منها راح يكون مباشرة على الطاقة الشمسية وجزء منها راح ياخد كهرباء مباشرة من الأعمدة المحيطة فيها هذه الخطوة جاءت لتكون رادعة لمن يخالف قوانين السير تبعا لإحصائيات دقيقة لعدد الحوادث في العقبة خلال النصف الأول من عام 2016 بلغ عددها 831 حادث سير نتج عنها 13 وفاة وإصابة 168 يشكو سكان قرية الثغرة الواقعة في محافظة معان من تدني مستوى الخدمات المقدمة لهم من حيث البنية التحتية وانقطاعات المياه المزيد والتفاصيل في هذا التقرير بلدة الثغرة الواقعة على بعد 55 كيلو مترا جنوب غرب مدينة معان تعد بحسب أهالي البلدة الذين يبلغ عددهم 400 نسمة من أفقر المناطق وأقلها حظا في المملكة أهالي البلدة يشكون من تدني مستوى الخدمات المقدمة لهم خاصة ما يتعلق منها في البنية التحتية نطالب كمان في المركز الصحي إيصال الشارع الذي لا يصل الشارع عن طريق البلدية وهذا صارنا أربع سنوات نطالب الشارع ولم يصل الشارع علما بأن أحد مطالبنا كمان اللي هي طريقنا تربط في الوادي عربة سكان الثغرة لا تقتصر معاناتهم على البنية التحتية فقط وإنما تعاني البلدة من عدم وصول الماء لمنازلهم بسبب عدم توفر شبكة مياه منذ عدة سنوات رغم المطالب المتكررة للجهات المعنية بضرورة توفير مياه الشرب لهم صارنا عشرين سنة نشرب على الصهريج من قبل سلطة محافظة معان علما بأن كل عيلة في الأسبوع لها مترين مية وهذا لا يكفي احتياجات المواطن أهالي الثغرة ورغم تكرار مناشداتهم للمسؤولين عبر وسائل مختلفة منذ عدة أعوام أصابهم إحباط من تحقيق مطالبهم واحتياجاتهم لأنها لم تجد آذانا صاغية على حد قولهم فإحنا نطالب المسؤولين الذين قائمين على هذه العملية أنهم إصار المي لقرية الثغرة علما من أنها إرادة ملكية سامية حين زار سيد البلاد القرية وتفقدها وسلم على طفلا طفلا يرأي أن كل المسؤولين يحذو حذو سيد البلاد وبحسب السكان فإن الطريق الذي يربط القرية بالشارع الرئيسي العام يبلغ طوله نحو ستة كيلو مترات وهو لم يعبد ويتسبب بعزل القرية في فصل الشتاء بسبب الإنجرافات المتكررة نحن عندنا الجسر هذا الجسر هذا والجسر اللي وراه والجسر اللي وراه كلهم نعاني منهم في وقت الشتوية وفي وقت الشتاء نحن في وقت الشتاء بننعجل عنا العالم عن عزال كليا نحن في وقت الشتوية ممكن لو يموت عندنا الميت ما نقدر نجيب له قرية الثغراء لعل موقعها الجغرافية عمل على إيجاد نزاع إداريا على الجهة التابعة لها لجهة تنفيذ وتعبيد الطرق الرئيسية النافذة لها ففي الجهة الجنوبية يقع جزء من الطريق الرئيسي غير المعبد في حدود محافظة العقبة والآخر في محافظة معان كذلك الأمر يقع جزء من المنفذ الشمالي للقرية بين سلطة إقليم البترة ومحافظة معان وهو الأمر الذي يسبب إرباكا في الجهة المخولة بإعادة تأهيل طرق البلدة ضمن خطتها السنوية لتشجيع السياحة الداخلية نظمت مديرية السياحة في محافظة الكرك حفلا فنيا ضم عددا من الفنانين الأردنيين خلال تقديم فقرات مسرحية متنوعة سعيا منها لتشجيع السياحة الداخلية والتعريف بتاريخ وحضارة مدينتها نظمت مديرية السياحة في محافظة الكرك حفلا فنيا بالفعل يعني مكان وترفيه للإنسان وتغيير نفسية كاملة اللي بنشوفه محافظة الكرك للاحتفالات والعائلات بعد ما طلعنا من أجواء رمضان والعيد احتفالات مبهجة تهدف هذه الاحتفالات إلى تعريف المواطن الأردني بالأماكن السياحية داخل المملكة لإطلاع المواطنين على المنتج السياحي والأثري في الأردن احتفالات تسهم في تعزيز وتنشيط السياحة الداخلية وتزيد من فرص زيارة المواطنين لمختلف الأماكن السياحية في المملكة وسط استمتاع بالمناظر الخلابة التي تدخل البهجة والفرحة إلى نفوسهم إلى رؤية التي أطلقت المسابقة الأولى من نوعها على المستوى المحلي وهي مشروع شيف وهي مسابقة طهي للطعام للأطفال حيث تناولت المسابقة الفئة العمرية ما بين 14 إلى 16 عاما متابع التفاصيل في التقرير التالي مسابقة تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي أطلقتها قناة رؤية الفضائية للأطفال المتنافسين في مسابقة طهي حيث تناولت المسابقة الفئة العمرية ما بين 14 عاماً و16 عاماً المسابقة بدأت بمرحلتها الأولى حيث تمثلت بتجارب أداء الأطفال في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي عن طريق تحضير الطفل لطبق طعام بنفسه وعرضه على اللجنة التي تحدد الفائز من بين المتنافسين وتهدف المسابقة إلى البحث عن التركيز على مواهب الأطفال وتنميتها في مجال الطهي وتشجيعهم على سقل مواهبهم لإيصال رسالة تؤكد على أن هذا المجال ليس حكراً على الكبار وحسب بل يتعداه إلى الأطفال إذن من هذه المسابقة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي ننتقل الآن لنترككم مع هذه المشاهد واللقطات بلا تعليق عن طريق المكتر حسب ننتقل الآن لكي لا تقلق المترجم للقناة